اشتركوا في القناة جميعا لجلات الملك للأسرة الأردنية كاملة وطبعا لأهالي النشامة لأنهم بالفعل هم اللي أبرزوا النجوم والشباب ولكن أنا قاعد أحضر البرامج ونشكر كل الشباب اللي موجودين عندكم الأخ النائب يعني بدرجوا على الشغل بعد شوية إن شاء الله والشباب كلهم لا لا بالعكس يعني هو عز وفخر لنا وكل الشباب اللي موجودين معاكم لكن أيضا يعني أول أن أقول أنه يعني نحب أنقدم التعازي للمرحوم يوسف أبو غاليا ولعائزه لأنه طبعا كان من أبرز الناس اللي كانوا ومن المشجعين اللي كانوا بهذا الرياضة وكان يعني مهما كان الوضع إن كنا ضايزين إن كنا قصرانين كان يعني وجه ثير ووجه طيب ولذلك أحب أن نعزي عن برنامجكم المرحوم يوسف أبو غاليا وأيضا نود نقول للجميع أنه الله يعطي العافية للجميع ولكل أهل وأسرة الأردن يعني وكل المشجعين ونشكر أيضا الأخ النائم لأنه كلامه كلام صحيح وهو مثل ومثال ومثال مني وهو يعرف ويدرك تماما احتياجاتنا في بالنسبة لك روط القدم وطبعا هو قادر أن يعطي للجميع شون بإذن إن شاء الله وأيضا خذنا شكور محمد قدري تمام البلوة هو بدحاورك هو الكافتن أيضا الكافتن سيدي سمول أمير اللي مسيك بالخير نائب جلالة الملك ومن خلالك تحية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وهذا الفوز مهدى بإسم كل الأردنيين لجلالة الملك راعي كرة القدم راعي الرياضة الأردنية وشخصية قيادية كروية عالمية يفخر بها أيضا الاتحاد الدولي للكرة القدم هذه نمسة وفاء تعودنا عليها ملكة سمو الأمير بخصوص من فقدناهم خلال الأسبوع الماضي كنا فقدنا زميل المعلق أكرم عودة وكنت سمو الأمير من أول المعزين وأيضا فقدنا قبل أسبوعين الدكتورة رحاج عبيدات وكنت أيضا سمو الأمير في مقدمة المعزين واليوم أو أمس فقدنا واحد من فرسان رابطة المشجعين واليوم يعني كعادتك الهاشمية البعطاء سمو الأمير تبادر أيضا لتكون أيضا في مقدمة المعزين فتحية لك سمو الأمير على هذا التواضع وعلى هذا الحضور ووشك ما شاء الله سمو الأمير كنا معك في أربين ما شاء الله كنا معك في سنغفورة كنا معك في مباراة الصين اليوم مع سموك أيضا في مباراة سنغفورة هنا في عمان نسأل سمو الأمير ماذا نقول لمنتخب العراق أيضا اللي بنبارك له أكيد بالتأهل معنا تأهل عربي أردن عراقي مشترك اليوم ولباقي المنتخبات العربية سمو الأمير اللي حققت نتائج طيبة وأيضا إذا كان سمو الأمير يتحدث لنا عما دار في اجتماعك خلال المخصورة الملكية مع دولة رئيس الوزراء اللي يعني أسعدنا وهو يقول أنه كرة القدم شغلة حلوة وأنه على الحكومة أن تدعم كرة القدم ورياضة الاردنية سمو الأمير لا إن شاء الله نشكر أيضا دولة الرئيس ولكن بنسبة كل اللي فقدناهم يعني أنا أعتقد أنه روحهم معنا وإحنا يجب علينا أنه نعيش هذا الروح وإن شاء الله نتقدم دائما وأبدا للأمام وكمان إن الشام أعتقد أنهم متقدمين ولكن لا ننسى أيضا منتخب الشباب اللي قدموا شيء طيب وجيد في بطولاتهم وأنا بالنسبة لي رح أقدم من الكل إن شاء الله لمستقبل كرة القدم ورح نوجع رات الجميع لأنه هذا كمان أيضا موضوع صحة وعافية وواجب على جميع إنهم يقدموا هذا الشيء نعم صاحب السمو الملكي الأمير علي بدل حسين نائب جلالة الملكة اليوم طبعا كنت في مقدمة المشجئين سيدي تستاذ عمال الدولي ذرة الملاعب لأردنية الذي كان ومازال وسيبقى إن شاء الله شاهدا على إنجازات الرياضة الأردنية بقيالة الرياضي الأول أبو حسين الله يطول عمره سيد الآن يعني تقريبا الدور الثالث انتهينا منه نحن الآن في الدور الحاسم عدنان حمد يقول سنبقى نلعب حتى نحافظ على صدارة المجموعة ولكن نحن في الدور الحاسم الآن والدور الحاسم بحاجة إلى تكاثف الجهود أكتر وأكتر إن شاء الله لبلوغ منديال البرازيل تطلعاتك سيد للدور القادم والله أعتقد أنا يعني أنا أشتغل باحتراف ولذلك لن أتدخل أبدا في تخطيط الكابتن عدنان المسؤولية عنده لكن أعتقد أن الدور نحن ما نتهينا الآن يعني الآن نبلشنا أيضا فلذلك لازم نلعب قوة وبجدار إن شاء الله إن شاء الله يمكن ساعة الناس أنا أنا ما أبدأ أسأل سيدي علي سؤال لكن سيدي صاحب السمو يعني أنا أعتز وأفتخر أني أعمل تحت قيادتك وشرف كبير وشهادة أعتز فيها أن تقيمني أو تقيم عملي وأنا يا سيدي أو عهدك على البذل المزيد من الجهد إن شاء الله وأكون عند حصن ظنك سيدي لا الله يبارك فيك بس بلشلي بالنواب عندك سيدي صاحب السمو لن نطيل عليك أكثر شكرا لا الله يبارك فيك والله أعطيكم العاكة جميعا يعني شكرا إحنا إحنا بالعكس يعني إحنا هذه اللعبة للشعب عامة لكل الشعب وإن شاء الله إحنا نكون حسن ضم الجميع وإن شاء الله نقدم الواجب اللي يعنينا شكرا شكرا ألف مبروك سيدي ألف مبروك الله يبارك بكم يعطيكم العاكة جميعا شكرا شكرا